تجددت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية الإرهابية بمحافظة صعدة ووفقاً لمصادر ميدانية أوضحت المصادر بأن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم واسع للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها في محور كتاف شرقية المحافظة والتي تعد معقلاً رئيسياً لزعيم الميليشيات الإرهابية أكدت المصادر مقتلة وإصابة عشرات العناصر الحوثية خلال المواجهات التي أسفرت أيضاً عن تدمير مدفع عيار أربعة عشر وعربتين محملة بالعناصر الحوثية الإرهابية